اهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم ايش بشان جيمار زوالد معكم احمود بيبو حلقة جديدة وحدث السنة الجديدة حدث عشرين اربعة وعشرين شفنا يمكن الحلقة اللي فاتت احنا نزلنا يمكن الحلقة من كم يوم كده اتكلمنا فيه عن الحدث نفسه وشفنا الجاني سميس وقدرنا نوصله الحرارة جوه البيت وقدرنا نساعده وشفنا الاسلحة كمان اللي بتعامل نهاردة هنكمل بقية المهمات وبقية البيوت قبل ان نبدأ الفيديو بتاعنا طبعا مفكركم بهدفنا ان شاء الله بمساعدتكم ان احنا نوصل لي خمس سلاف مشترك فاي حد بيتفرج علينا مش دايس هزرامو طبعا يدوس عليه وكمان يفعل سرار الجرس طبعا احنا شفنا كمان المرة اللي فاتت شفنا اه الاسلحة وشفنا الاسلحة بتاعت اللي بتعمل الفاير ويمكن الاسلاشر ده احنا نقدر نجيبه عشان ده غالبا ما بتصنعش فالكريسماس جيفته هو تاني يوم هتبتقي تاخد الاسلاشر والاسلاشر ده بيدرب ولكن بيطلع حرارة وطبعا زي ما نشايفين بقية الحاجات لمدة سبعة ايام واحنا لسه قدام نمكي حزوشر يوم وقت التسجيل هنكمل طبعا وطبعا هو جامد جدا قوي جدا ضد آآ اللي هم الزومبيز اللي آآ عليهم تلج زي ما نشايفين كده العلامة على التلج فروزون بلوتر اهو ليه لان هو غالبا بيولع فيهم بتلج هو او الاسلحة طبعا زي ما نشايفين كده كنت اللي معايا ده آآ معمول برضو بتلتسيرمايت فآآ يمكن يقدر يولع في الشخصيات طبعا احنا ما شفناش المرة اللي فاتت آآ الحتة دي من جوه عاملة ازاي يمكن كل يوم انا ملاحظ ان كل يوم هي بتختلف الناس اللي بره الى حد ما ما بيختلفوش قوي ولكن اللي جوه هو اول واحد في فروزون بلوتر واقف قدام البواب انت بتخش بتلاقي فروزون بلوتر واقف موجود بتبتدي تضربه او تبتدي تتعامل معه ويعني انا شايف ان الطريقة هي احسن طريقة بدلا ما قفى اضرب آآ عليه على طول ويجي يضربني ضربة او ضربتين ان انا با هي تنران وزي ما احنا متعاولين بضرب وابتدي ابعد شوية واضرب وابعد شوية وكزا طبعا كبيرة المواردة اللي موجودة كتير جدا وهدفنا طبعا الاساسي هو الانبيب والاضاءة بتاعة آآ الاصلاح او بتاعة الزينة اللي موجودة وهنشوف استخدامها بعد ما نخلص بقية البيوت احنا يمكن صلىحنا لحد دلوقتي وصلنا الحرارة الى بيتين وهنمفروض ان احنا هنبتدي نزين اول بيت وصلنا له اللي هو بتاع الجاني سميس وتاني واحد اللي هو بتاع الفيلة ممكن مهمة الهيلة كانت سهلة الجاني سميس كان طلب من هنا احنا يجي المكان ده والمكان ده يمكن هو الوحيد اللي ثابت هو بيت جدد ليه انا بقول لكم ان المكان من جوه بيضاير مثلا احنا هنا المرة اللي فات لما جيت اعرض لكم كان فيه واقف هنا اللي هو واندياجه ولكن المرة دي مش واقف المرة دي مش موجود برضو الصندوق ده الصندوق ده غالبا بيكونوا واقفين قريبين منه المرة دي على حظي حظي كويس جدا هم كانوش موجودين او يعني هم موجودين بس واقفين بعيد شوية مش مايقدروش يشوفوني وانا باخد الحاجة طبعا انا ببتدي احط الحاجات اللي انا مستخدمها او اللي انا مش عايزها ببتدي اخدها ما شفناش برضو اللي جوه الكنتينر ده الكنتينر ده برضو على حسب اللي موجود جوه سعب يطلع فيه اتنين فروزن بلوتر فمرة فتحت وتلقى لي خمسة من الفاست بايتر العاديين بس كانوا خمسة مع بعض فاخدتهم وتلقيت بيهم بره ورجعت استطدت واحد ورا التاني كده وبتدي انا نقتلوا اه برضو فيه صندوق هنا او فيه الموتسيكل بتاع التالج موجود هنا برضو بيبقى فيه اه مجموعة من الحاجات ولكن اخد بنا ان هنا في واحد بيطلع من تحت الارض زي ما انتم شايفين السلاشر هايل جدا ضد مش جوه ضد البلوتر ضد الكراولر او ضد الفروزن اه البقية للشخصيات اللي موجودة يعني الفروزن بلوتر يمكن اسهل طريقة ليه لان هو بيعالج نفسه مع الضرب فهو اسهل طريقة ليك انك تبتدي تستخدم المشدسات عليه او يعني احنا بنجاهل شوك جن ليه لانه شوك جن بتاخد يمكن خمسة عشر سن ما يتفاكلت بياخد عشرة طبعا على حسب استخدامك انت على حسب ايه المتوفر معاك لان ممكن ناس ما يبقاش معاها شوك جن ممكن حد ما يبقاش معايا آآ كل فيبتدي يستخدم الاستيحة التانية يعني انا معايا في شوك جن هي موجودة فوق ولكن بطلقها العادي مش طلقها اللي هو الناري او مش طلق اللي معمول مخصوص على السينمايت او جان سميس نفسه بيعمل ناخد بالنا بقى هنا واندي يجو واقف فين واندي يجو واقف هو شايفينه في طرف الشمال من الشاشة هو هو كان واقف هناك فمكانه بيتغير ومكان البلوترز التانيين بيتغير ولكن انا على حظ يمكن في وقت التصوير ده كان اسهل مرة اللي عبت فيها قتلت اللي هنا والناحية التانية كانش في اي حاجة طبعا نقدر نسحبهم واحد ورا التاني ونقتلهم ولكن هم غالبا هيتسحبوا كلهم يعني انا عشان اسحب البلوتر هيتسحبوا معاهم الويندي يجو فهيبقى صعب ان انا نقتل التلاتة او مش صعب ومحتاج بس فاير باور يبقى اعلى فهيخد وقت شوية وانا بقتله ولكن يعني بالعملها واحدة ورا التاني هنا احنا البيت بتاع زي ما انتم شايفين كده خلاص احنا كده كملنا المجموعة ان احنا نعمل له الزينة اللي موجودة وناخد بالنا هو البيت من بره اهو مفروضش اي حاجة خلاص انا كده كملت الحاجة اللي جوه هدوس لازم هدوس والمهمات اللي عادينا هنا دكريت الجاني سميس او زي ما انتم شايفين حطيت له شجر حطيت له النور موجود على الشبابيك اهو من جوه الراجب بقى مبسوط جدا مفيش جايز تاني طبعا بناخدها خلاص ونحن بناخد الجواز مرة احنا بس مجرد ما بنساعده زي ما انتم شايفين كده ستاشر اهو فاقدر احط الشجان قدر احط الشجان الشجان هتاخد خمستاشر من السنوات اللي موجودة وتطلع للشجان مولا كده طبعا الشجان ده موجود بتاعها سبعين فده موجود بتاعها اعلى بكتير من آآ بقية الحاجات كده احنا خلصنا المهمة الاولانية او البيت الاولاني وصلنا له وصلنا له الحرارة وبعدين زي الناي طيب هل بناخد جواز اه بناخد جواز بناخد جواز بناخد جواز على من آآ الالدر هنا هنيجي زي ما انتم شايفين كده خدنا اربع جواز موجودين منهم قنابل منهم بسوق جان تانية ومنهم المخططات طبعا بتاعة المدز بتاعة الاسلحة طيب احنا مهمتنا ايه مهمتنا ان احنا نوصل لبقية البيوت احنا يمكن هنا خلاص هنا انا مش عارف برضو هو ليه ما دخلتش على طول في بتاعة الحرارة ولكن دخلونا يعني هنستخدم احنا كده كده الانبيب هتبقى زيادة عندنا يعني الانبيب هتخلص هنا هو هنلفها من قدام وكده خلصنا المبنى التالت او خلصنا دخلنا حرارة ليه البيت التالت وده الراجل ده اسمه الاسكاوت ايه الاسكاوت ده? الاسكاوت ده اللي هو الكشاف حد بيكشف الطريق قدامك نشوفه في علعاب كتير وبنشوفه ممكن هنا مفروض ان هو بيروح يستكشف المكان قبل ما نروح آآ نبدأ نخش فيه فهو الراجل بيقول ان هو كان فيه ناس صحابه طلعوا مفروض ان هو ما يكتشفوا مكان وماركوش تاني فبيطلب مني ان انا اروح الى الريدرز كامب هو كانوا رايحين يكتشفوا حتة فيها آآ كامب او فيها معسكر بتاع الريدرز طبعا انا قلت لكم اكتر من مرة قبل كده ما بحبش الريدرز دول خالص يعني بحسهم اللي هو كائنات غريبة جدا يعني مش وقته مش وقت خالص في نهاية العالم وانت قاعد بتسرق وقاعد بتاخد حاجات على جنب وتخطف الناس وتسرق منهم حاجتهم يعني مش كده طبعا برضو ما ننساش ان احنا نقدر هنا نتبرع بالسيك فابريك والتيري آآ او التي البيري تي وآآ برضو اللحمة المجمدة دي اللي هي الجيركي تمام نبتني نتبرع بهم وطبعا احنا دينا كل يوم فآآ طبعا بتزاود لنا زي ما انت شايفين كده خدنا تلات حاجات وطبعا من المزايا انك بيديك الفين مسلا هنا نقطة من النقط بتاعة السيزون العادي فانت كده كده بيبقى يعني زي ما نقول وين وين انت كده مش خسران حاجة انت بالعكس انت بتكسب طبعا هنا الحاجات اللي موجودة محطوطة عليها القفل دي انا مش خقدر اخدها لان انا مش شاري البريميوم ولكن خلاص يعني فضلنا حتة صغيرة وناخد رقم خمستاشر هي هيبقى الصندوق فهنبتدي نشوف ايه اللي جوه طبعا هبتدي هسيب الحاجات اللي ما اللي مش هستخدمها هنا آآ طبعا معنا اربع انا هبيب هون نبتدي المفهول ان احنا نبتدي نوصل نشوف فيه التاني عشان نبتدي نوصله ومعنا حبة اضاءة هو ولكن انا هسيب الحاجات هنا ونبتدي نشوف هنبتدي نخرج برا الخريطة ومجرد ما منخرج بيجي ليفنت اهو موجود برضو مكان تلجي اسمه يمكن ملوش علاقة بآآ اي كامب تاني هنبتدي نروح وهو ده حدث موجود جوه الحدث بتاع السناني دي وناخد بالنا ان الاحداث اللي هي بتظهر وبتختفي هو الحدث الوحيد اللي موجود مش هيختفي هو آآ بتاع اللي موجودة وهي اللي هي هو موجود مكان زي ده بمجرد ما هنخرج منه يعني هنخلص القصة هنخش نشوف هنا بمجرد ما هنخلص المكان ونخرج بيدين عشر دقايق ممكن نرجع ناخد حاجة لو في حاجة مش ما مخنهاش او المكان اللي معنا ما قداش ولكن بعد كده هيختفي ومش هيظهر تاني آآ بنبص هنا على آآ المكان فبيقول لك اكزامن زي فوت برينت والله بصيت على الفوت برينت لقيت اصلا الراجل واقع انا مش عارف انا وليه ببص على الفوت برينت بروح آآ ماشي هو عايزني برضو وروح على الفوت برينت الراجل واقع قدامي يا عمو ماشي المهم ان انا بمجرد ما ببص على المكانين فآآ الراجل اصلا قال لي انه هو آآ حاجة معاليه وهم بيعملوا سكاوت على المكان او بيكتشفوا المكان كده حاجة معاليه واصابوا الراجل ده مواضح ده ان دي شنطة من الشنط اللي كانت معاهم فخلاص الراجل ده بتقنيمات فهنبتدي نروح الى والمهمة الموجودة اهيه آآ المهمة اسمها هو والله يواخد آآ واخد البقية السكاوتس اللي موجودين واخدهم آآ فيه الكامب عندهم ومجرد ما ببتدي آآ اقرب زي ما انت شايفين واحد بيدرب بييده واحد بيدرب بيفطة تمام اليفطة دي كويسة برضو لان ما دهها بعيد مهم ان احنا بنقتل الاتنين الاولانيين حلو آآ مش عارف انا السلاح الالسفن اللي معايا الكاتنة اللي معايا ده هي هيبوز وريدرز عمتا بيطلعوا بيبقوا كتير فانا غالبا محتاج سلاح ناري آآ مش عارف انا مش عايز استخدم برضو الاسلاحة اللي هي بتاعة الزومبز الفروست فخلونا نخش على الوابنز كده ونشوف اي سلاح ناري قوي آآ خلينا ناخد مش عارف الميني اوزي ولا ناخد ايه طيب احنا خدنا ميني اوزي اهو تمام ميني اوزي برضو آآ بيدرب آآ سريع اللي حد ما فخلينا كده عشان احنا ندخلين جوه الكامب غالبا هم بيتكاتروا يعني هو الريدرز كمان من الحاجات اللي بيتكاتروا اهو واضح ان الناس اللي مخطفين اهو على الشمال ولكن في واحد واقف لوحده اهو آآ فاحنا نقتل اللي واقف لوحده ده الاول بعدين نبتدي انا مفروض اضربه مفروض اضربه بحاجة من وراه بس خلق يعني خلينا بقى ننجز ونضربه بالاوزي كده تمام آآ ماشي هنقتله ويمكن هو حتى معهوش اسلحة كتير ولكن هنا في زي ما انتو شايفين كده اتنين ومرفعين اتنين اهو فهنبتدي آآ نقتلهم عشان نخلص الاتنين اللي موجودين معاهم تمام حلو ابتدينا نقتلهم اوو ودي اهو ده بقى اللي انا ما اتكلم فيه زي ما انتو شايفين كده واحد جاي بقى اسهم وهو واحد تاني جاي عشان كي اقول لكم الريدرز اصلا يعني كمان يعني طب سبوني يقتل يعني انا بحارب ناس معينة خلاص سبوني مقتنهم ولكن لا هم زي ما انتو شايفين كده بيتكاتلوا علي ويمكن عشان كده انا كنت عايز سلاح آآ سريع الاوزي يمكن سريع هو ضربته خفيفة ولكن آآ بيضرب آآ سريع فهي دي الميزة الوحيدة اللي فيه ودي جينا الراجل بتاع الاسم وهو تمام خلصنا عنهم كلهم الحمد لله ونرجع بقى نشوف الاتنين اللي موجودين جوه آآ اللي كانوا مخطفين الاتنين اللي كانوا مخطفين فبنجرب ما بروحلهم بيقول لي والله كويس ان انت ساعتنا وآآ يلا بسرعة قبل ما الليدر بتاعهم يرجع حلو ولكن خلونا ناخد بس الصندوق للحاجات اللي هنا وبعد كده نهرم آآ جمعة الخريطة هومة ناخد بس ما انتو شايفين كده فلنت ده هو الزعين بتاعهم والفكرة بقى ان فلنت معا ايه اصلا معا سلاشر فبيولع فيها فهي دي المشكلة ولا احنا هنحاول نخلص منه ولكن هو معاه اتنين يمكن آآ انا عايز اقتل يعني مش عارف اقتل مين فيهم الاول خلونا اقتلهم امومة الاتنين انا عايز اقتل نفسه لانه هو اللي بيولع فيها بس انا مش هلحق فلازم اقتل الاتنين التانية عشان اقدر اتخلص منه طبعا آآ هنستهلك آآ هنستهلك هنا العلاجات بتاعتنا او الشنطة بتاعت العلاج ولكن آآ خلونا يعني اللي برضو اللي لما بيمسك فيها بيبتدي يقلل الصحة بتاعتي خلينا نقتي الريدر ده ونتسلب علي فلنت تعالي بقى بس انت عملت ضربني بالاستاشر هو الميزة برضو ان فلنت بدا معاس لاشر فهو غالبا احنا هناخده منه وفعلا منهم منه سلاشر وبناهم منه طقم لبس كيمة حلو جدا يبقى فلنت يعني اه دربني شوية بس الحمد لله ما يعني ما ما كويسا الوزي اصلا اه اتضمر ولكن يعني اللي معايا لسه مستمر ولكن خلاص بيبوز هنا هو لما رجعت لهم قال لي ملكش دعوة احنا انا هاخد ده الرجل المصاب ده وارجع به المزرعة امشي انت دلوقتي خلاص لان احن خلصت له عن الناس خلاص وما فيش حد تاني في المعسكر المهم ان احنا بنرجع كده احنا عملنا المهمة بتاعة وناخد بقى ان احنا يمكن على حسب المهمة ونجرى ما باجي هنا قال لي خلاص انت الناس رجعت احياء في واحد طبعا مات للأسف وبرضه انا معاش عارف ده كانت تابعي ولا هم هجموا عليه نبتدي بقى نخش نشوف السندوق اللي جوه زي ما انتوا شايفين كده معانا خبت اسلحة وفيه جان اويل اهو وفيه اي كي يعني برضو الجوائزة اللي موجودة كويسة بنطلط طبعا من السكاوت ان انا ابتدي ازين له البيت طبعا احنا نسمى زيناش البيت بتاع الهيلر وشوفنا ممكن المهمة بتاعتهيلة كانت سهلا ان انا نزل اعالج الناس تحت المهمة بتاعت جان اسميس في الاول كان ان هو يقول لي اصلا عن المكان اللي هو فيه اه او المكان اللي رسمي بتاع اللي موجود اللي هو اللي احنا بنستخدمه اصلا في تجميع الحاجة طبعا معايا حبة انابيب اهو اربع انابيب فهنبتدي نشوف البيت اللي بعد كده هو الراجل هنا بيحاول يعني اللي بيغفر ده بيحاول يخش جوه البيت بتاعه ولكن احنا بنقرب ما هوصله الحرارة التلج هيدوب وهيبتدي يقدر يخش ولكن لسه معانا محتاجين واحدين تلاتة اربعة اه بتاعي تلاتة او اربعة هنشوف محتاجين باية الانبيب طيب هلا انا كده استفدت حاجة يعني لو روحت الالدر اه هروح الالدر هلاقي ليه لان انا رجعت اللي خلصت المهمة وناخد بنا ان هنا الليفل بيظهر لك هنا ليفل 13 اهو فاحنا وصلنا هنا ليفل 13 اهو خدنا حاجة كمان اللي هو الرابر اهو وطبعا الرابر ده احنا نستخدمه في باية المهمات او المهمات اللي العادية اللي انا ومحتاجين جلاس فكويس الاتنين جون من هنا فهيبتدي يساعدنا يعني الحدس ده مش بس بيساعدني في 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 الحدس نفسه لا ده بيساعدني برا الحدس طيب هو احنا الاضواء دي يعني بعد ما بخلص المكان ده هلاقيها فين احنا ممكن نريها في حاجات كتير جدا زي الموتل زي ما انت شايفين كده اه احنا لو دوسنا على اي مكان تاني مسلا الكروك اهو موجود برضو فيها اه الاضواء عندنا ايه تاني عندنا مسلا اباندن فكتوري في الراوند لايت او عندنا اه مفهاش اه في البنكر موجود البنكر هنا بنكر الفة اهو زي موجود في الستار لايت اه في اماكن مفهاش ودي سهل ان احنا نعرفها من جار ما بدوسوا على مكان زي التنسبورت هاب مفهوش زي مسلا مش موجود ولكن مسلا بنكر الفة موجود الاماكن العادية بتاعة الحجارة وبتاعة الغابات موجود فيها اصلا ولكن مش على طول يعني ممكن تروح المكان ما تلاقيش فيه بنسبة كبيرة بتلاقي بواحدة او اتنين ولكن ساعات ما بتلاقيش المهم احنا الاماكن العادية بتاعتنا ان احنا هنروح الى آآ ونبتدي ناخد يوم ورا يوم نبتدي ناخد الحاجة من هناك طيب جمعنا مجموعة تانية من فهنبتدي او من الموسير وهنبتدي نوصل الى المكان اهو تمام محتاجين رابع واحدة اهي وكده وصلنا مين ده ده الراجل الميكانيكي الراجل الميكانيك فبيقول لي روح نتكلم معي ونروح نتكلم معي ده البيت الرابع ناخد بان احنا الحلقة الفاتح شفنا ببيتين الحلقة دي هنشوف بيتين ويمكن بتاقي لها النازل في الحلقة جاية كمان نعمل لها بيتين ولكن طبعا المهمة مختلفة فالراجل هنا بيقول لي والله هنا لقيت آآ مصنع والمصنع ده ممكن نراقي في حاجة مهمة فامشي وراي تعال وراي طبعا انا روح تفضيت الحاجات اللي معي ورجعت له تاني قبل ما نروح المهمة بطلع وراه بلاقي حدث جديد اهو زي ما نتو شايفين اهو آآ مكان بتاع آآ ده هنبتدي نروح وزي ما نتو شايفين يمكن هو شكله آآ مألوف شوية من الناس اللي بتلعب اللعبة ولكن الراجل جاي بيبص على الباب ده هنا وبقى روح اتكلم معه فبيقول لي والله هو في حاجات فيه اصوات وراه الباب ده بس الباب مقفول لان مفيش كهربا فحاول تبص كده وتشوف الكهربا فين زي ما نتو شايفين في ناس اصلا يعني ده موجود آآ جوه المعسكر ويمكن او جوه المصنع عفوا ويعني دول آآ ضعاف جدا ومفي دين ان هو معاهم الكهرباء او معاهم السلوك هنا الباب ده مقفول وبيقول لي والله محتاج حلو طبعا هنا انا معايا هو آآ الفاست بايتر اللي موجود هنبتدي هنا اه خدنا زيادة ولكن في اتنين كمان فناخد بالنا منهم واحد فاست بايتر واحد آآ هنا عادي فنقدر نقتلهم وكمان معاهم بلايت حلو نبتدي نخش بقى نشوف المكان اللي جوه آآ فيه صندوق وفيه يمكن الكمبيوتر ده بيتائل هو اللي هنرجع منه الكهرباء ولكن ناخد الحاجات اللي جوه الصندوق كمان طبعا فيه فهنبتدي نشوف الليفل اوب ده آآ يمكن انا فيه خاصية ما جاتليش حد دلوقتي وعايزها ومستغرب الصراحة ان هي ما جاتليش اللي هي بتاعت الباجلر ولكن بما ان احنا في الشتاء فاخنا خلينا ناخد آآ عشان احنا بعد كده هنروح نزور الاماكن التلجية بيقيني معانا لبس طاق متالجي كامل بمجرد ما برجع الكهرباء زي ما انتوا شايفين طلعلي اربعة من الفاست بايتر من البابين دوله بالحاجات بقى اللي انا يعني قتلتهم بقى وكنت متحمس جدا ده طلعوا من بابين يعني اكيد فيه سندوق جوه اكتشفت ان القطين دول هم واحد معاها هو لايت والقطين ما فهمش اياه حاجة خالص خالص مش اتلتهم ليه مش عارف يعني يطلعوا علي وطلعوا يجروا المهم ان احنا كده رجعنا الكهرباء الى البوابة بتاعة الراجل ناخد بالنا ان اتفتح لي معا الليفل ده اتفتح لي احاجات جديدة اقدر عاملها اللي هي هنعرف ايه ودي كده حلقات تانية من آآ لسه من كده هنكمل فيها طبعا آآ انا ابتديت استمتع بيها اكتر مع الاحداث اللي زي دي المهم ان انا لما رجعت له قال لي والله الكهرباء رجعت بس طالب مني ان انا الاقي باسورد اكتب باسورد فدور كده اشوف يمكن تلاقي باسورد ولا حاجة فبقول له ماشي بابتدى ادور ويمكن هو بيجيب لي على سهم وبنروح الناحية التانية من المصنع فناخد بالنا في ويلدنج وفي فاست بايتر آآ يعني طبعا ناخد بالنا الفاست بايتر آآ حتى الضربة بتاعة المسدس بتقتل عشرة لان هم مجمدين شوية فتحس ان الطالق بيجيش فيه هو بيش اقول لي على مكان ولما باجي اقرب للمكان بلاقي فيه وين دي ايه لو ان دي ايه واحنا لازم نقتله ليه لان لازم نكمل المهمة دي ولازم يموت عشان يخش في المكتب اللي هو رعا ولكن فيه هنا اتنين اهو وفيه باب على جنب الباب اللي على جنب ده مقفور ومش هيتفتح مش هيتفتح حتى بعد مخلص المهمة حاولت ارجع له مفيش مش هارف ليه طيب خلونا نقتل الاتنين اللي موجودين هنا فاست بايتر اهو اتنين فيه اتنين فاست بايتر فنبتدي اه نقتلهم ودي السلاشر طبعا هاي اللي هنا في قتل الفاست بايتر اللي اللي بقتلهم بآ دربتين او بضربه دربة بالسلاشر عفوا وآ كما عايب المسدس نخش هنا فيه يمكن آآ صندوق او في حاجة هنا موجودة نقدر ناخدها فبنخش عليها بلاقي كده ايه كنبيلة هو ولبس حلو كويس وفيه سيكفابر كمان واحدة صحيح ولكن هتنفعنا فيه التبرع مستعدين مستعدين ولا مش مستعدين عشان نقتل وينديجو طيب ده مش اول او اخر وينديجو هنقتله عشان بس نبقى متفقين يعني احنا نقتل كزا وينديجو وهتقتله اكتر من مرة ويمكن اللي موجود في الجنك يارد احنا هنقدر نقتله عادي بسهولة مش بصعوبة ممكن كان في آآ زياد كان كتب على الفيديو اللي فات قال انت ممكن توقفه ما بين اللقفاص الحديد وتقتله وهو مش هيبقى عارف يضربه انا جربتها الصراحة زنقني ورا اللقفاص وقاعد يضرب فيها وانا كنتش عارف حاجة بس قتلته آآ هنا يمكن خلاص انا كده كده واخد الشوق جاني وعمل حسابي ان هو آآ هنقتله وان احنا كده كده لازم نقتله لان انا لازم اخش الباب اللي وراه يعني هو ما عنديش اوبشن تاني لان انا اما مش هكمل للحادث هو مش صعب هو الفكرة ان ضربته زي ما انتشايفين مش قوية قوي انا حتى لحد دلوقتي ما اخدتش علاجة هو زي ما انتشايفين وصل الهلسة بتاعته الى 54 مش قصة يعني هي الفكرة كلها بس انك يبقى معاك سلاح قوي عشان تخلص منه بسرعة تمام المهم هو كان وقف على باب مكتب فاحنا هنروح الى المكتب ده هنفتح باب المكتب ونلاقي فيه يمكن صندوق جوا فهناخدهش ناخد الصندوق الاول يمكن نلاقي فيه لايت اهو لقينا لايت كمان ولاقينا حبة تمام التانية ولقيت ان الباسورد هي واحد اتنين تلاثة اربعة خمسة يعني الراجل اصلا لو كان جربها كانت نفقت واحد اتنين تلاثة اربعة خمسة يعني اسهل من كده ايه ما فيش اسهل من كده المهم برجع له تاني فبقول له والله الباسورد اللي لقيتها واحد اتنين تلاثة اربعة خمسة واناخدوا بنى عشان الباب هيتفتح فاستعيد استعيدوا لايه هتشوفوا دلوقتي فبقول له قال لي اعمل فاني باسورد اللي انت جاب انتهالي نيه ماشي ولكن ايه اكيد فتحت طيب نخش جوه اخدوا بالكم ان في حاجة واقعة في وسط المية حاجة لابسة اهدى احمر كده وده في وسط المية هي هتصحى دلوقتي عشان نبقى متفقين ولكن انا هاخد السندول اللي هنا الاول ناخد الحاجات اللي موجودة فيه طبعا نبتقي بقى نشوف يعني ايه اللي احنا محتاجينه ايه اللي احنا معناها كتير طبعا كل واحد عارفه معاها كتير ومجرد ما بقرب منه زي ما انتم شايفين الكهرباء بتضربه جوه المية وروبو نيك بيصح ايه يا عم الحاج هلسه دلقومية تمام وهو اللي الباب اتقفل او هو الراجل افل على الباب يعني مش هارف الصراحة هو افل على الباب تقريبا. المهم ايه? تمام? قلت خلاص انا كنا كاما عشو الجن. فهكتب. حلو جميل. رحت لسه بدوس عليه هشوف ايه اللي معاق? اما هلسه راجع تاني متين تسعة وتسعين. وصحي. الله 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 الله. طب احنا كده احنا طب هنعمل ايه? هنعمل ايه? طيب قلت خلاص يبقين ايه? اجا كهرباء. يمكن لو جيه في المية هنا هيتكهرباء. تمام? قلت ايه مش عايز الكهرباء. طب اجيبه في المية وابتدى ضربه. تمام? يعني احاول اه اخليه يمشي في المية هنا هو. تمام? وقم ضربه. الكهرباء مسكت فيي انا اه وانا اتأثرت بما يقولت خلاص بقى اه اه المشكلة ان الكهرباء بترجعه بترجع له صحته. وانا لو عديتم الكهرباء زي ما انتشافين كده بتأثر فيي. وبتفضل مؤثرها فيها شوية. تمام? وبتقلل هدسي. طب وده انا هقتله ازاي ده انا نكون لما قاتله يقوم داخل جواك كهرباء يصحى تاني. طب ما خلاص بقى. يعني هجري وراه الحد لما يدوخ. طيب هسيبه يجري وراه الحد لما يدوخ. او المنزيم بتاعه يخلص. طيب ايه يعني ايه? وناخد بنا ان هو انسان آلي. طيب هستناه واضربه. مش? الدربة اثرت فيه وولع وكل حاجة بس ما فيش. ما متش. طب نجيبه جوه المية تاني نحاول نضربه مفيش. ما بيموتش. وبيخش تاني جوك المية يشحن. وزي ما انت شايفين كده الكهرباء بتشحنه اصلا. بيرجع هلسه تاني. ويه? مش شكرا على كده. خدت الحاجات اللي جوزتنا دوق قلت ممكن الاقي في حاجة بتقتله ولا حاجة ما فيش. مهم ان احنا ايه? يعني الصراحة انا مش عايفة هو هيموت ازاي? في ساعتها يعني انا ساعت اقول طب هو هيموت ازاي زي ما انت شايفين طبعا. آآ بتدى يضرب ولكن قلت خلاص طب اخده بعيد عن المية. اقاتله بعيد عن المية ممكن ما يتشحنش تاني. المهم ايه? لقيت الراجل دخل. وقال لي بس خلاص كده. ويه? لقيت معاه فحمة. يعني لقيت الروبو ده. قال لي خلي بالك ده 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 حاجة فضيعة ده. انا هاخده معي الفارم ونبتني اشتغل عليه. يا عم انت قفلت على الباب ومشيت اصلا. انا مش فاهم يعني انا مش عايفة صراحة اقول له ايه. طبعا احنا خلصنا هنا الاماكن ولكن في مكان واحد قبل ما نخرج برة طبعا خروج من هنا. في الباب اللي هنا طبعا احنا قلنا نبص عليه لان آآ يمكن هو ده وفي مكان تاني محتاج هاتشت. لما جيت لوجد زا ازر صيد وانا مش عارف افتحه. وملوش حاجة ان انا افتحه بيها. آآ فتمام. قلت خلاص هسيبه. التاني يمكن محتاج هاتشت. آآ هنا طبعا لو خروج لو انت عايزت تخرج. آآ الكمبيوتر ده ما معينش اي حاجة والباب ده غور ده ما بتفتحش. آآ في الباب ده. والباب ده يمكن انا كنت عايز نفتحه لان فيه هدية وراه. زي ما انت شايفين كده فيه هدية وراه. فالصراحة جبت آآ هاتشت من آآ من معايا في الصندوق البريد طبعا او الحاجات اللي موجودة عندي في الامبوكس. هروح اجيب آآ آآ هاتشت اهو. وهاخده معايا وابتدي اكسر آآ الباب ده. الباب ده يمكن خشبه وهو وبنجرى ما بخش جوه بلاقي. قلت بس بق ده اكيد هلاقي هنا حاجات كتير. يعني بالمنظر ده به هدية ده اكيد هلاقي حاجات كتير. فعلا لقيت حبة اضاءة ولاقيت حاجات تانية. طبعا زي ما قلت هنبتين ياخد الحاجات اللي احنا شايفين ان احنا محتاجينها اكتر. آآ السلام دهنا معايا منه كتير ولكن مصامير احسن. يعني على حسب. معاك مصامير من تانية كتير. ما علينا. المهم ان احنا كده خلصنا. المهمة بتاعة مين بتاعة الميكانيك. الراجل الميكانيكي ده. آآ جيه وخد كمان ال الروبو نيك ده. خده معاه الروبوت. واول ما جيت لها حتى بيقول لي فانا ما ما حسش بالتالج. انا ما عنديش تالج. بمجرد ما باجي هنا طبعا بتكلم معاه. قال لي خلاص تمام. انا هبتدي اشتغل عليه. وابتدي اخد حاجتك من هنا. وناخد بالنا بقى يعني. عشان الحاجة الموجودة هنا مش اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده. احنا احنا يسفعتين ايه? ده الاتي في ترانسميشن اهو. والهايدروليك. ده يمكن بتاع وهنتكلم عنه ودي ممكن قدام شوية لسه. مش في مستوية ده ولكن انا قصد ان حتى بيديك حاجات بتفيدك في القصة نفسها او في اللعبة نفسها. فانت مش بس مجرد حدث بتلمي منه حاجات او حدث تغيير. بيقول لي انا كنت هموت منك يا عم. اه بروف انت ان انت اه يعني انا قتلته تلات مرات وصاحي وقاعد هنا والراجل جايبه. طبعا احنا هلسه مستنيين في ان احنا نديكوريت زي ما كانت دي المهمة الجديدة ولكن طبعا احنا هندكوريت لسه السكاوت هاوس. وكمان احنا لسه مخلصناش الهاوس بتاع الهيلر. فلسه الهاوس هنا بتاع الهيلر طبعا انا الحاجات على فكرة الحاجات دي كلها احنا نقدر انتبرع بيها. كل الاضاءة وكل حاجات دي احنا نقدر نتبرع بيها عند الاسستنت. ولكن انا مش عايز مش عايز اتبرع بيها لحد لما نخلص تزيين كل حاجة بعد كما نبتدي نتبرع بيها. هنا خلاص يمكن اهو الهيلر هاوس وكملنا الحاجة اللي موجودة فيه وفاينالايز الراجل تحط له الشجرة وتحط له الاضاءة وبقى مبسوط من جميع النواحي. طبعا البوكس الموجود بتاعه نقدر نخزن فيه. كده احنا كملنا البيت او كملنا زيننا البيت التاني. احنا الهدف ان انا اخلص اوصل حرارة للست بيوت. وآآ اساعدهم في المهمات بتاعتهم. وبعدين ازينهم البيت. وبكده يبقى الحدث انتهى بالكامل. طبعا الراجل ده بيقعد في قعد كل ما عدي من جنبه وهيقعد يكلمني ففكوه منه. هنا طبعا هنبتدي نحط بقية الحاجات فيه الميكانيك كل لما قلتلكم زيما او ما بتجمع بتروح تحط في البيت اللي بعد كده في البيت اللي بعد كده في البيت اللي بعد كده. آآ طبعا مع كل مستوى او مع كل مساعدة لأي حد بتبتدي آآ تستفيد من الالدر او الحدث نفسه التراك بتاع اللي موجود. والاسيستنت هنا يقدر يقول لك انت وصلت هو لفل واحد وعشرين تقدر تببرع يمكن ببقية الحاجات اللي احنا قلنا عليها زي ما تشافين كده الطقم بتاع آآ التلج كله وكمان آآ خدنا حاجة مهمة جدا وهي وده عشان بس انا هتغيره طبعا هتغيره من الدولايب بتاع اللي بس. فيبقى معاك آآ ستايل تاني. وطبعا في الفين اهو نقطة من فالجهاز صراحة حلوة جدا مفيدة جدا. آآ ممتعة انشان مستمتع بالحدث وانا ما لعبه. الليلة نفسها مش كل سنة نفس الحدث بنفس الالعاب بنفس كل حاجة طبعا انتو رفين انا بتكلم على ايه انا بتكلم على ايه انا بتكلم على ايه انا بس الناس ما تستغربش. آآ فلا انا شايف ان في فرق كبير يمكن هنا حتى آآ الناس بتتضايق ان هي مش عربي ولكن هي الموضوع مش محتاج انت كده كده بتمشي مع المهمات وهو حتى بيكتبك المهمات بصورة صغيرة جدا على الشمال هل بكزا روح اتكلم مع كزا. وكمان الاسهم بتشاول لك. هنشوف ان شاء الله الحلقة الجاية من الحدث بتاع 24 الحدث بتاع السنة الجديدة. الحدث ممتع الصراحة وانا مستمتع واتمنى ان انت تكونوا مستمتعين بالفيديو. آآ واحنا بنقفل طبعا الفيديو بتاعنا بنفكركم بهدفنا ان شاء الله ان احنا نوصل لخمسة الاف متابع الفترة الجاية فاي حد بتفرج علينا مش دايس هزو المتابع يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرس واستنون ان شاء الله في فيديوهات تانية من قناتكم. اشتركوا في القناة